اشتركوا في القناة حيث اننا لن نستطيع التعامل مع اي شكل الا بعد اختياره بواسطة اداة الاختيار او البيكتول من صندوق الادوات وعند اختيار اي جسم او شكل تظهر لنا ثمانية مربعات سوداء تميز الجسم المختار لاجراء التعديل عليه والان لتلوين اي شكل من هذه الاشكال فمثلا نختار الدائرة ثم نتحرك بالماوس الى لوحة الالوان الموجودة بجانب صفحة الرسم وبالضغط على اي من هذه الالوان وليكن اللون الاحمر بواسطة الزر الايصر للماوس تتلون الدائرة باللون الاحمر من الداخل كما نرى اما اذا اردنا تلوين التحديد الخارجي او الاوتلاين نضغط على اللون الذي نريده ولكن هذه المرة بواسطة الزر الايمن للماوس فيتم تلوين الاوتلاين بهذا الشكل ونستطيع التنقل بين اختيار الاشكال وذلك باستخدام مفتاح تاب من لوحة المفاتيح هكذا وترتيب التنقل هنا يعتمد على ترتيب رسم الاشكال وللغاء اختيار اي شكل اما ان نضغط بالماوس في المنطقة الفارغة خارج الرسم او نضغط على مفتاح اسكيب من لوحة المفاتيح فيتم الغاء التحديد بهذا الشكل ولاختيار مجموعة من الاكسام معا نختار الشكل الاول ثم نضغط على مفتاح شفت من لوحة المفاتيح ثم نختار الشكل التالي ونستمر في الضغط على الزر شفت ثم نختار الشكل الثالث هكذا وهنا يمكننا تحريك الثلاثة اشكال معا كما يمكننا تلوينهم معا كما تعلمنا سابقا اي ان اي تعديل سوف يتم على الاشكال المختارة بالكامل ويمكننا اختيار مجموعة من الاشكال بطريقة اخرى وذلك بواسطة البيكتول من صندوق الادوات ويتم ذلك عن طريقة ضغط بالماوس ثم احاطة هذه الاشكال بالسحب اثناء الضغط بالماوس هكذا فيتم تحديد الاشكال كما نرى كما يمكننا اختيار كل الاشكال وذلك عن طريقة ضغط على مفتاحي كنترول واي من لوحة المفاتيح فيتم تحديد الاشكال كما نرى وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الجزء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر